انتصارات اكتوبر كان لهم خطوة وصوت ومرمى ولغة جمعوها من الأزيز والصفق وقصص تحكى عند بيوت المنتظرين كان هناك الأفواه والمسامع القلوب والمدامع رسائل الحياة من أرض الموت وشركاء حزن طين مدينتنا فسطروا ما سيحكي للقادمين صوب مسقط الربيع حين أذن لساعة الصف مشاهدين الكرام ونحن نحتف اليوم في برنامج بيت للكل بانتصارات اكتوبر العظيمة هذه الانتصارات التي تركت أثرها على الحجر وعلى البشر في كل مكان وتوحد الخطاب العربي يسعدنا اليوم بتواجد أحد أبطال النصر وأحد المشاركين بهذه الانتصارات الكبيرة وهو سيادة اللواء علي حفظي ضيف عزيز في بيت للكلنا وردنا سيادة اللواء وحياك الله أهلا وسهلا سيادة اللواء هذا الانتصار الكبير حقيقة عندما نتحدث عن اكتوبر نشعر بنشوة كبيرة وبفخر كبير ماسر هذا الانتصار بزرع الوحدة العربية بين بلداننا الأربعين كان على صعيد الأردن وفلسطين ومصر وكل بلداننا العربية الحقيقة المنزبة بتاعة أكتوبر الحقيقة هي منازبة عظيمة ولما الحقيقة بنفتكرها وبتتكرر لنا كل سنة بتخلينا نسترجع الزكريات الطيبة اللي حضرتك نوهت عنها في الحديثك وبتدينا الحقيقة بقول إيه نسترجع تاني حتة الثقة في النفس وفي القدرات واتخلينا نقيم الأمور بأن احنا اكتوبر دي عطتنا القدرة أن احنا نقدر نجابة أي تحديات مهما كانت درجة صوابتها وبالتالي ما نقابله في حياتنا بعد وأكتوبر عطانا القدرة والقوة أن احنا كيف نستطيع أن نحقق مثل هذا الانتصار العظيم اللي تم في أكتوبر اللي كان هو المحل لتقدير واحترام العالم كله ويمكن عشان برضو نجز الرؤية في هذا المجال بعتقد أن أكتوبر بيعبر عنها ثلاث كلمات مومين قوي اتقال أنها تمثل الإعجاز والإنجاز والبراءة يا سلام فمن خلال هذا المدخل الحقيقة أكتوبر دايما بتدينا بقى قوة الدفع والتاني زي بقول كده والثقة والقدرة أن مهما كانت الظروف اللي هتقابلنا يجب أن نحن دايما نعود ونلتقي بروح أكتوبر ثلاثة سبعه سيادة اللواء من أحد النقاط الفارقة في مسيرتكم النضالية والعمل في الجيش المصري هي إدارة فرقة الاستطلاع خلف خطوط العدو يعني كما هو معروف خط بارليف كان واحد من أقوى الخطوط الدفاعية على مر العصر الحديث خلال الحروب التي نشبت في هذه المنطقة حدثنا أكثر عن أهمية هذه الفرقة وكيف بالفعل كانت هي شرارة النصر منذ بداية هذه الحرق أهوة تسمحوا لي الحياة برضو ديك معلومة لحضراتكم والاستاذ المشاهدين إحنا غالباً بناخد إمكانيات التسليح من القوى الكبرى اللي لدي إمكانيات التسليح بنشتري منها التسليح ممكن يدونا دبابة؟ أه ممكن يدونا طيارة؟ ممكن يدونا مدفع؟ ممكن إنما نقطة مهمة لنا كلنا الحقيقة وليك يا شافك برضو بقول هما بيحاولوا يحرمونا من أن إحنا يبقى عندنا الإمكانيات اللي نشوف بيها الجانب المعادي يعني القدرات الفنية والتكنيكية اللي دخلينا نشوف العدو على عكس ما كانوا يدو العدو